السلام عليكم ورحمة الله كنتمنى انكم تكونوا بصحة جيدة يوم شاء الله غدا نشارك معكم وجبة دي الغداء او العشاء بسيطة جدا مكونات اقتصادية في متناول جميع بدون لحوم بالنسبة للخضر رهي غنية كنتمنى انها تعجبكم وما تنسونيش من لايك ديالكم واتجاع ديالكم للقناة ان شاء الله باش نزيد نتقاسم معكم المزيد من الوصفات غدا ندع لبركاتي الله بالمقادرة اللي غنحتاج اللي هي بسيطة كيف ما كتشوفوا معايا عندي ثلاثة ديال حبات ديال بتقطعتهم مرقيق وكعباتيون ورقاقين باش نطبلكم بسرعة لإشارة فقط هاد الخضراء اذا ندرها بدون مطيب يعني هكاك اصبروا معدنوس مقطع فلفلاء مقطع مكعبة ترقاق بصل أخضر مقطع حبة ديال الطماطم منزوعة البذور حتى اي قطعتها مكعبات او مربعات ربعة ديال البيضات جبن الفيطة اللي كيبقى اختياري لما متوفرش عندكم ديروا اي جبن عندكم بغيتوه كس ديال الحليب كأس من الضقيق نصف كأس من الزيت النباتي او لزيت الزيتون خميرة الحلوة 7 جرام القليل من الفلفل الأسود والفلفل الأحمر بودرة الحار اختياري والملح كيبقى حسب طبق هاده هما المكونات اللي غنحتاج كتاخدوا هنا وشوضعوا فيه البيض نضيفوا الملح والقليل من الفلفل الأسود مع فلفل أحمر بودرة وغادي نضطربوا هالمكونات مع بعضها حتى نساجموا بعد نضيفوا الزيت طريقة ره بسيطة البنات ما فيها شي تعقيدات نهائيا كتتحضر في دقائق كتوضعوا البطاطا بالنسبة للبطاطا خسكم تقطعوها رقيقة هاد الشكل هادا وضيفوا بقية الخضر اللي هي الطماطم فلفلاء بصل أخضر مع دنوس صبروا مع دنوس وجبن الفيطة صراحة بالنسبة لهاد الجبن هادا رح كي يجيزوين مع هاد الوصفة وإلا ما كانش ديروا جبن موزاريلا أو للجبن اللي متوفر عندكم ضفت كاز ديال الحليب والدقيق مع خميرة الحلوة بالنسبة للدقيق انتم مع الحسب النوعية يعني ماشي أنا ديالدقيق متانا انتم ما غادي نديروا نفسهم رح كيبقى الحسب النوعية ديالدقيق اللي انتي عندك انتي كتشوفي بالخليط خاصو يكون ما يبقاش يكون عاقد شوية ما يكونش سائل عينكم ميزانكم وصفي هادا هو القوام ديال الخليط كيف ما كتشوفه معايا كي يجيب هاد شكل هادا بالنسبة للفرن يعني خليته كيسخن مسبقا هادا ناخد اليناء أو اللاطة ديال الفرن وغادا نرشها هكا بالزيت او الزبدة مهم اللي اللي متوفر عندكم كتدهنوا به ديك اللاطة ديالكم اللي غادي ندخلوها للفرن وكتوضعوا الخليط هاد الشكل هادا رح كتجيزوين البنات وحتشتوا الطريقة تحضير ديالها رحا بسيطة كتجي في الفطور فرمدان كتجيزوينة جربوها هادا تعجبكم وصافي غادي ندخل هالفرن اللي سخنتو على ميتين وربعين داراجة تقريبا غادي تطيب وحد خمسة وثلاثين دقيقة ومن اللي تحمر الوجه ديالها شوية كنحس بلي الخضر راهي طابت خرجتها وغدا نرشها بجبن موزاريلا مع شوية ديال معدنوس انا صراحة بغايتها تتحمر لان ما بيتش نخليها هكا بش ديك الخضرة كاملة هادا طيب وصراحة كلها طابت بسرعة دخلتها للفرن تقريبا 1-7 دقايق وكيجي دهو شكل ديالها كتجي محمرة وزوينة ولديدها بزعف غدا نقطعها لكم باش شوفوا كيف هجت كتقطعوها على شكل مربعات ولا اللي بغيتو فحشكل ديال كيك تماما حال هاكا وراهي رطبا وزوينة وبالنسبة للبنات اللي غادي يكون عندهم تخوف ان الخضر ما غداش طيب او للبطاطة مثلا راها كط طيب يعني ما كينش مشكلة غير بطاطة قطعوها رقيق يعني ما تخليوها شغليضة غدا نقرب لكم الصورة باش تشوفوا هم قرب كيف هجت كتبهم خضرة كاملة طيبة كنتمنى لبنات انكم فعلا تجربوها لانها بسيطة في طريقة تحضير ديالها وكذلك بدون لحوم ما تنسونيش متشجع ديالكم باللايك والبرتاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وما تنسوش تشوفوا الوصفة اللي نزلت مؤخرا وحلوية العيد البسيطة وان شاء الله المزيد من الوصفة السلام عليكم